تستمر المعركة القضائية بين شركة بنانجيريز الأمريكية لبيع المثلجات والشركة الأم يونيليفر ومقرها لندن بشأن بيع منتجات بنانجيريز في مستوطنات إسرائيلية فقد أصدرت محكمة أمريكية قراراً يلزم شركة المثلجات ببيع منتجاتها في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية وهو الأمر الذي تقوم به حالياً شركة يونيليفر الشركة الأم المالكة لبنانجيريز خلافاً للاتفاق بين الشركتين ورأى القاضي الفيدرالي الأمريكي الذي أصدر الحكم أن شركة المثلجات فشلت في إثباتي أن بيع منتجاتها في مستوطنات تحتلها إسرائيل أضر بمصلحتها فيما ترى بنانجيريز أن بيع مثلجاتها في أراضي فلسطينية محتلة يتعارض مع قيمها من سوء الحظ أن القاضي حكم ضد شركة بنانجيريز وضد قيمها لكنها عقب واحدة في الطريق ونحن نعلم جيداً أن طريق الفلسطينيين طويل جداً وأن الحكم مجرد خطوة إلى الخلف بالنسبة لبنانجيري وأتمنى أن يقدموا طلباً لإعادة النظر في الحكم وفي يوليو العام الماضي أعلنت بنانجيريز أنها ستتوقف عن بيع مثلجاتها في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وهو الأمر الذي دفع جماعات ضغط موالية لإسرائيل إلى التظاهر ضد الشركة الأمريكية ووسمها بمعادات السامية وهو اتهام تبنته أيضاً الشركة الأم يونيليفر أعتقد أن الحكم تأثر كثيراً باتهامات العداء للسامية الكثير من الناس يسيئون فهم العداء للسامية وهذه مشكلة حقيقية ليست في الولايات المتحدة فحسب ولكنها في فلسطين وفي العالم كله ما تفعله إسرائيل أكبر بكثير من العداء للسامية ولا أحد يقر ما تفعله مع الفلسطينيين وفي أعقاب تهديدات إسرائيلية وخوفاً من تعاضم شأن حملة مقاطعة إسرائيل في العالم وصلت شركة يونيليفر البريطانية المالكة لشركة بنانجيريز الأمريكية بيع منتجاتها في مستوطنات الضفة الغربية بل وباعت حق امتياز صناعة المثلجات لشركة إسرائيلية محلية دون الرجوع إلى شركة المثلجات الأمريكية صاحبة الحق الأصلي يبقى الحكم القضائي الأمريكي الأخير ضد شركة بنانجيريز محاطاً بعلامات الاستفهام وتبقى شركة المثلجات الشهيرة متمسكة بنهجها الرافض لبيع منتجاتها في أراضي فلسطينية محتلة ما يجعلها هدفاً لجماعات الضغط الصهيونية التي لا تنفك تلقي الاتهامات جزافاً على كل من يتخذ موقفاً ضد إسرائيل ويكشف جرائمها للعالم رامي جبر تلفزيون فلسطين واشنطن